هؤلاء خمسة مكفوفون لأب واحد في قرية الوعرة جنوب مدينة الخوخة بالقرب من خط الإغاثة الإنساني لكنهم في واقع الحال بعيدا عن كل الاهتمامات الرسمية والخاصة والمجتمعية يتقاسمون إصابة مشتركة تستدرجهم بغشاوة مبكرة من عمر الطفولة كما هو الحال ببسمة وبهية ثم تبيض أعينهم في ربيع العمر كمحمد وعايش ويصير والدهم من الحزن كظيما يعني قلبي يقلمني على ألم شديد وأنا هو الوحيد الذي أشقع على هذه الأسرة أذهب بحر وأذهب بر أيام الذي أخرج البر على السيقل أطلب الله يعرف أن محمد يدخل معك البحر في هذه الحالة معي محمد هذا جوف البصير اللي لا يشوف قال أنا بذهب للبحر بساعدك يا أبا ما فيش واحد يعني يوقف بجنبك من شان يجيب أغراض البيت ويساعدك بمصارف البيت لأنك إنسان وحيد وبينما لسان هذا الوالد عسى الله أن يشفيهم جميعا لحقت الإصابة بشقيقهم الأكبر زيد في عمر متقدم بعد إكمال ثلويته في العام 2016 خلافا لأخوته وذلك إثر سعال مفاجئ أيقظه من نومه قبيل ذات صباح وطمس على عينيه ليفقد رؤية صباح جديد فيما تفيد التقارير الطبية الأخيرة من أحد ما شاف عدن عن إمكانية علاجهم خارج اليمن أو إجراء تدخل عاجل لبسمة وبهية عند أكثر من مختص بالعاصمة صنعة حد تعبير التقرير الطبي يخشى والدهم من مستقبل مجهول ينتظرهم خاصة بعد دخول محمد في حالة نفسية وعزلة حقيقية بدت آثارها واضحة عليه بينما يشتتنى وبه الحالة على فترات متقطعة وقد يكون الحال أسوأ بالطفلتين في مستقبلهما لاعتبارات تتعلق بالإناث في مجتمع لا يفقه أبجديات حقوق الإنسان أربعون منظمة إغاثية عاملة في الساحل اتهامي فضلا عن ملياري دولار تنفق سنويا في مشروع الاستيابة الإنسانية في اليمن لكنها تظل حبيسة المستثمرين في المجال الإغاثي وتبقى مثل هذه الحالات أو حتى الحالات المتضررة من الحرب رؤوس أموال ثابتة محمد المغاربي المهرية من منطقة الوعرة جنوب الحديدة